سيدي كنا نتكلم عن موضوع الجهاد الطلب أو الفتوحات الإسلامية ألا يقع هذا في نوع من الإكراه في الدين في نوع من العنف في نوع من الإرهاب كل الكتابات الاستشراقية التي وصفت الجهاد الإسلامي بأنه نشره للإسلام بالسيف كأنها كانت تستبطن هذه الفكرة حتى قبل ظهور موضة استعمال مصطلح الإرهاب والحقيقة أن هناك خلط فضيع ومقصود عند المستشرقين بين مستويين بين مجرد استعمال السلاح والذي يتطابق فيه الإرهاب مع القتال وبين استعمال السلاح بضوابط ومقاصد وغايات وفي سياق وبين استعمال السلاح لإكراه الناس على تغيير أفكارهم أكبر دليل يفضح هذه المغالطة أن المسلمين لم يتبت عليهم قط بعد أن انتصروا في المعركة أن أرغموا الناس على تحويل عقائدهم فلو ألا الفكرة الجهادية كانت ذات مضمون إرهابي لكان يتبع النصر مباشرة السعي إلى تحويل عقائد الناس ولغاتهم وثقافتهم وحدثتهم ومتقاليدهم والعجيب أن الإسلام أولا لم يرغم أحدا بدليل العثمانيين الذين عرفوا بالشدة وبالطبيعة العسكرية للدولة وبالمبالغة في أمر الجهاد على حساب أمور أخرى حكموا أوروبا ستتقر وخرجوا منها كما دخلوا إليها لنغيروا شيئا وبقي قرع النواقيس إلى جانب الآذان إلى أن خرجوا فألغي الآذان وبقية النواقيس الصورة المقابلة استرداد الأندلس حيث محاكم التفتيش قامت بعمل طحن عظام الإسلام والمسلمين ولم تبقي شيئا فالمسلمون لو كان عندهم فكرة إقصائية استبدادية تلغي الآخر وتلغي الإيمان بحقي في الوجود والاختلاف لكانوا استثمروا الجهاد لإبادة الشعوب الأخرى حضاريا وهذا لم يقع تمانية قرون في الأندلس خرجوا وقد وجدوا فيها مسيحيين ومن تركوا مسيحيين ومن انتقل إلى دين الإسلام انتقل طوعيا هل يستطيع أحد اليوم أن يقول أن الإسلام لما فتح بلاد فارس حول الفرص بالإكرار من المجوسين للإسلام لقد قضى الجيل الأول كله بعد فتح بلاد فارس وهو مجوسي وإنما الجيل الثاني تحول بفعل التعتر والتعريب والانفتاح الحضار